بتسوية الديون وضرورة تسوية الديون قبل انتقالات يناير النادي اللي مش هيسدد ديونه مش هيتقيد له لعبين اتمنى المرة دي يكون الامر على عكس كل اتحادات القرى السابقة كتير من هنا قلنا يا جماعة القلوايح بتنص على ان اي نادي فيه لعب مقدم فيه شكوى بمستحقات مالية المفروض ان النادي ده ما بيتسجلوش اي صفقات جديدة كنا بنشوف في اتحادات القرى السابقة الراجل فيكو يبقى يمنعني اسجل اي لعب لو حد فيكم في وشه شنب يمنعني اسجل اي لعب اتمنى المرة دي يكون الامر بجد واحنا بنطبق الكلام ده على الجميع لو النادي الاهلي فيه لعب شكيء بمستحقات سابقة وان كان الكلام ده مش موجود عندنا في النادي الاهلي لكن طبق عليه الليحة لو النادي الاهلي ما دفعش التلاتة في المية بتاعة التعاقد مع اي لعب حتى لو هم مئة الف جنيه طبق عليه الليحة ويمنع النادي الاهلي من اي ابرام اي تعاقدات او تسجيل اي لعب في صفقة جديدة نتمنى الكلام ده يثير على كل الاندية مش عاوزين نرجع تاني الفكرة الراجل يبقى يمنعني ومش عايزين نلعب في لوايح بدأنا بها الموسم الكلام بالنسبة لنا منتهي حتى لو كانت مصلحتنا مع اللي عودت لاستبدال او خلافه احنا بنقول اتحاد الكرة الليحة اللي تحطها في بداية الموسم طبقها على جميع الاندية حتى نهاية الموسم الساحمد والموضوع فيش القين اتكلم فيهم كابتن سيد عبدالحفيز بوضوح مبارح فيما يخص الفار كابتن سيد عبدالحفيز قال احنا بنتمنى تطبيق الفار اهم من قضايا كتير جدا كأولوية للنادي الاهلي اللي بيرطقي مدير الكرة في النادي الاهلي انه الاكثر تضررا من التحكيم وان الفار هيكون عامل حاسم لتوضيح كتير جدا من الاكاذيب ولكن فيما يخص الاستبدال النادي الاهلي بيعلي المبدأ على الاحتياج قد يكون في وجهة نظر الكثير من الفنيين ان انت اكتر نادي عنده منافسات حتى في افريقيا انت ممكن تحتاج تغير اللاعبين سواء اجانب سواء محليين او تقدر تتعامل مع ان انت تقوي فريقك لان انت في الدوري لو بصت للمشهد لا النادي الاهلي واضح ان هو في الدوري السنادي فارق ولكن انت ممكن تقسها على ابعاد افريقيا ونشوف ان في احتياج فني ولكن النادي الاهلي اقر ان الفكرة الاساسية هي الحفاظ على المبدأ والحفاظ على استقرار المسابقة لان يا احمد حيرطقي النادي الاهلي ان فيما بعد حيبقى ده مبرر لكتير جدا من التدخلات كالعادة حيتقال ان النادي الاهلي كان موافق على هذه الخروقات ومن ثم يبقى فيه كتير جدا من التلاعب بالنصوص الخاصة باللوايا لا احنا بنوضح موقفنا موقفنا مع اللقاحة وكمان بخصوص الفارح حابقى اكد للجماهير ان النادي الاهلي اللي دايما بيتهم ان هو بيفوز بالتحكيم هو اول نادي واكثر نادي بيطالب بتطبيق تقنية الفار سواء محليا او كمان افريقيا في المبارات الحساسة والمهمة اعتقد بنعاني تماما مع التحكيم وبعدين بافتراض جدل ان احنا بنعاني مع التحكيم احنا بنقولكم طبقوا تقنية الفار ده اللي احنا محتاجين نتكلم فيه ده اللي احنا محتاجين نفكر فيه مش محتاجين نتكلم فكرة اصل الاستبدال لا اصل فيه لعب مش عارف راح من هنا اللي هنا فنحاول نراضي الطرف التاني مش عايزين تراضيه لحد عايزين الكل هيرتضي لو طبقنا اللوايح والقوانين وعلى الجميع ده بالمناسبة احمد كان فيه تصريح غريب جدا ان نادي ما طالما عنده لاعب ساب النادي والاغرب كمان لو لاعب مصاب باصابة كبيرة فده مدعال الاستبدال انت تخيل ان انت فريق بتواجه فريق 11 فاصيب عندك لاعب والتغييرات التلاتة كانت استنفذت فانت مطالب ان انا نزل لاعب تغيير رابع عشان خاطر دي ظروف كهرية هو ده المبدأ هذه ليست ظروف كهرية العالم كله مش هنبتدع فيه سنن خاصة بكرة القدم احنا مرينا بالمواقف دي مرينا باصابة جيلبرتو سنة ونص مرينا بهروب كوليبالي وطالبنا اقولنا حتى كان الاتحاد الافريكي طالبنا ان احنا نقول دي ظروف كهرية وعندنا لاعب هرب الاتحاد الافريكي رفض تماما تسجيل لاعب مكان كوليبالي والموضوع ملوش علاقة بظروف كهرية فكرة ان لاعب يهرب او مش لاعب يهرب اعتقد عندنا فارس بعد كده تعليق الكابتن امير توفيق على التعاقد مع احمد حجازي